وحول مجال التاقة أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن المباحثات شهدت اليوم تركيزاً خاصاً على سبل تعزيز ودعم التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال التاقة وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه تم الاتفاق على أهمية إرساء دعائم شراكة استراتيجية بين الجانبين في هذا المجال الحيوي لمستقبل التنمية قد شهدت مباحثاتنا اليوم تركيزاً خاصاً على سبل تعزيز ودعم التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال التاقة سواء فيما تعلق بمجال الغاز الطبيعي أو الربط الكهربائي حيث اتفقنا على أهمية إرساء دعائم شراكة استراتيجية بين الجانبين في هذا المجال الحيوي لمستقبل التنمية وعلى التعاون في مجال الدعم الفني والتمويل والاستثمارات لتطوير البنية التحتية لإنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة